دليل حتى لا تضيع الطريق لا تستحيي واجه الأشياء هذه أنا سيعرفوك أنت تختبر نفسك تعرف أنه أنا أبحثني في المجال هذا سنة سادس بداية الامتياز أنت حتحس أنه أنا أبغي المجال هذا أنا أحب النيورو ساينسس أنا أحب النيورولوجيا أوري صورة كاب أو أوري قلم كقلم يقدر يصف لهو بس ما عارف يسميه مثلا أو أقول له كيف تستخدمه يمسكه كذا في يده يطالع فيه كأنه يقول يعني ما عارف أنه يستخدمه بس ما سكره كأنه أومر حيث يشوفه بالقلم يعني النيورولوجيا ترسوك كبير في السعودية الناس حيحتاجوا لي خمسين سنة قدام أو أكثر فقرب أنت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يا ربنت محمد الدواسري من مجموعة طلبة الطب في المملكة العربية السعودية عدنا إليكم مجددا في حلقة جديدة ومتميزة مع طبيب متألق من بودكاست دليل من مبادرة حتى لا توضيع الطريق هذه المبادرة التي أنشئت حديثا بهدف تثقيف طالبات وطلاب الطب من السنوات الأولى إلى الأخيرة وتعليمهم عن جميع التخصصات المختلفة المتواجدة في المملكة العربية السعودية عن طريق استضافة طباء متميزين متألقين في مجالاتهم من مختلف التخصصات عنوان حلقتنا اليوم ستكون عن طبي المخ والأعصاب مع الطبيب الفاضل دكتور فوزي بابطين المتخصص بالمخ والأعصاب أهلا بك دكتوري الفاضل الله حيكي مرحبا بكم جميعا أتمنى دكتور أنك تعرفنا أكثر عن نفسك وعن فضيلتك طيب أنا فوزي بابطين أنا استشاري طبا مخ والأعصاب معايا تخصص دقيق في الصرع في الإبلبسي وعلوم التخطيط للأعصاب الفيسولوجية اللي هو EEG و EMG وعندي كمان درجة ماستر ديجري في كلينيك الإبلبيولوجي واللي هو يعني ريسيك ميتوتولوجي وستاتيستيكس أنا عملت في مجال الأكاديمي أكثر من عشر سنوات والآن اتجاهت لي لأن كنت أعمل في جامعة ملك خالد في أبها والآن أعمل حاليا في مسجد في الملك فيصل تخصصي بجدا وأسعد أن أكون معاكم محمل الله ما شاء الله تبارك الله دكتور أهلا بك يعني واضح أن الحوار سيكون جدا مثري ما شاء الله تبارك الله طيب دكتور أول سؤال يعني أود أن أسأله لماذا اخترت دكتور من البداية تخصص مخو الأعصاب وما هي الدوافع التي جعلتك تختارها طيب كلنا من البداية وإحنا في سنة يعني في السنة الثالثة أو أول السنوات الكلينيكال نمر على نيرو ساينس كورس اللي هو عبارة عن نيرو أنااتومي بعدا فيه نيرو فسيولوجي تحس أن الموضوع مختلف شوية عن المثلا كارديوفاسفاري سيستيم جي آي روماتولوجي نيفرولوجي إنه مختلف حقيقة وحتى ورحنا طلاب نميز إنه تعال يعني هناك شيء مختلف عن نيروولوجي فيه حاجة مختلفة كده على نيرو ساينس في جنرال تحس أن الموضوع في تسلسل بعدين لما تخش على الكلينيكال في سنة رابعة وخامس يعني جزء من الميديسن إنه إذا عملت نيروولوجي كورس أو نيروولوجي روتاشن أو كيد في الإنترنشيب تحس أنه يعني this is medicine but it is different medicine لبساطة ففيه شيء مميز في نيرو ساينس وبعدين شيء ثاني تفكر فيه دائما راح لازم يميز إنه أنا إيش ها أكون يعني هل أميديكال ولا سيرجيكال وهذي ترى من رابع من خامس من سارس تحس أنه ترى يستيقى تجدر تقول أنه أنا واحد من الناس اللي أبغى أجلس وأفكير ويديل with problems I solve the problems غير أنه أنا physical guy I just want to use my hands وكيدا فهذا الشيء اللي برضو مميز إنه يعني نيروولوجي it is medicine أنا أعتبرها لكنها it is different medicine سبحان الله يعني لابد نيرو عليك في حياتك شخص تحس أنه he is your model more or less يعني تفكر أنه هذا الشخص اللي أنا ترى أنا قاعد أسويه زيه أنا قاعد أشوفه قدامي لما أنا أشتغل لما أنا أدرس لما أنا أدرس لما أنا أتعلم أكثر من حاجة تخش في الموضوع لكن في النهاية ترى نهاية سنة السادس مع دية الامتياز أنت تحس أنه أنا أنا أبغى المجال هذا أنا أحب نيرو سينس أنا أحب نيرولوجيا ممكن هذا اللي حصل معي أنا وأنتم التجارة تختلف من شخص لشخص بس تقريبا أنا هذا اللي حصل معي أتفق مع الدكتور فعلا مخو العصابي يعني عالم آخر مجرد الواحد يبدأ يدرس يحس أنه يسبح في عالم يعني جدا يعني متميز وكذا خيالي يعني ما شاء الله طيب الدكتور ما هي من وجهة نظرك ما هي إيجابيات هذا التخصص ماذا يميز هذا التخصص وكذلك بالمقابل ما هي السلبيات طيب من أشياء المميزة جدا في النيورولوجيا أنه لو أنت دخلت المجال وتعلمت أساسيات وتكبر في أساسيات وتتمكن في وهو في النهاية لما تعدي البورد وتصير نيرولوجيست ترى الأشياء التي تعرفها أنت مو كثير يعرفها يعني نحن قاعدين نقول نيرولوجيا إنه ميزة لكن يعني إنه مختلف من ميزة يعني كمثال أنه الناس اللي يسوي كارديولوجيا ريسبورولوجيا جي آي ترى الجنر الميزة ممكن يعني 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 يتكلم يعني في أشياء لأنها إنه ميزة بينما نيرولوجيا لا أنت اللي تعرف أشياء المميزة لك هذا مش معناي أنه أنه تعالي على أحد لا أكثر من إنه حتكون أنت مميز فتخيل لو تفكر فيها في مجال عمل في مجال اختصاص في البحث عن مختص يبحثوا عنك أنت كنيرولوجيست يعني معلش ما يسد الغرض جنر الميدسين ما يسد الغرض نيروسيجري لا يحتاج إلى نيرولوجيست أنت أنت يستطيع أن تتكلم مع المشكل ففي شي مميز إنه أنت تعرف الشيء اللي غيرك ما هيعرفه هذه من الأشياء اللي ترى ما كنت تفكر فيها أنا ولا ما كنت أشتغل في نيرولوجي يعني كمتدرب وأنا طالب يعني لما تبدأ تشتغل تشعر أنه لا تعال أنا تروح أنت أي مكان يعني مش أنا كأنا بس قزي أزا نيرولوجيست تروح أي مكان تشتغل يعني مردودك على المرضى شغلك حضورك ترى مهم جدا لأنه أنت مميز في تخصص مغيرك كثير يعني موجود فيه لو أبتكلم كأرقام في السعودية كأرقام في إحصائيات نشرت أتصور قبل يمكن ثلاث أربع سنوات عدد الاسبيشاليتز في السعودية كأطباء مثلا بدأوا من جميع التخصصات كمثال مثلا يعني في فوق 3200 3300 شخص كم توقع أن يرولوجيست كانوا أعطينا أرقام ما رأيك يعني الجنرال نيرولوجيست أو المتخصصين بالضبط لا لا الجنرال نيرولوجيست بدون ما يتخش في التخصص كم توقع يعني مثلا الجنرال سيرجل 3200 3100 كم توقع مقابلة بالجنرال سيرجل يكيد يكون أقل بكثير أعطينا الرقم 2000 يمكن 150 ما زادوا 150 شخص تخيالي هذا مخادئ بالنسبة لي نعم تخيالي يعني مثلا مقاررة مثلا السايكاتري مثلا هو يعتبر شيء برضا مو كثير كان في تصور 500 600 شخص بينما نيرولوجي 150 وهذا العدد كمان مبالغ ليش لأنه يمكن يشمل النيرولوجست ويمكن يشمل النيرولوجيست والأسستنت اللي هما يعتبر يعني خصائي مش استشاري أنا أعرف أنه عدد هذا تخيالي فتخيل أنه الآن معناه في حاجة كبيرة في بلد للنيرولوجيست فهذا تعطي دافع كبير أنه تعال أنا أبغى لما أشتغل في حاجة أنا مطلوب وأنا مستمتع بشغلي وأنا مميز فهذا دافع كبير ترى للعمل هذا أتصور أنا ناس يفكروا كسوق عملي ناس يفكروا كالطلب والعرض ترى النيورولوجي ترى سوق كبير في السعودية كطبيب أنه يحتاجوا في الخمسين سنة الجاية سيكون عندنا نقص كبير في نيرولوجيست فهذه إيجابية كبيرة غير أنه أنت تخش تخصص أنا مستمتع في أنا أحب أنا حبيت مثلا حبيت الابروتش إلى أبغى اناتومي دياجنوز يعني أين بعدين تخش على دياجنوز بعدين ترى هذه مميز حلو ما تلاقيها في الأشياء ثانية في الميدسين من أهم الإيجابيات في نظر للنيورولوجي أنه تفكر فيك سوق عملك حاجة وفكر فيك في رغبتك في حبك في استمتاعك بالمحتوى العلمي وطريقة التفكير في النيورولوجي من خلال دراستيك طالب كامتياز طيب دكتور وبالنسبة للسلبيات السلبيات ترى إلى أي حاجة يعتمد على الشخص يعني إذا أنا مثلا إذا أنت من الأشخاص اللي أبغى أسوي شيء وأبغى أشوي النتيجة الآن يمكن أن يرول جميع تنفعك يعني مثلا الجراحة العامة كمثال كويسة أضرب فيه يعني من أشياء اللي ممكن أنا الآن أنشغل بحاجة أسويها على المريض كعملية ولقى نتيجة على طول لأنه دخلت شلت المشكلة وقفلت ونوعا ما أنا أنجزت بشكل كبير النيورولوجي لا النيورولوجي أشياء كثيرة يبغى لها وقت عشان تشوف النتائج أحيانا في أشياء تلقي النتائج في فترة بسيطة قصيرة يعني بس غال لمن يبغى لها وقت فما في أهداف بسيطة الجهاز العصبي عند البشر فحقيقة السلبيات يعتمد على الشخص يمكن أنا أشوف أشياء سلبية غير يشوفها لا بالعكس عادي نعم صحيح صدق دكتور طيب دكتور ما نوع من نوعية المرضى اللي تشوفونه في المخ والعصاب طيب المرضى اللي تشوف في المخ والعصاب يبدأ من 14 في السنة إلى 98 سنة فأنت هتشوف كل المرضى أنت هتشوف كل الأعمار أنت هتشوف كل الأجل دكتور أو إناث فأنت هيكون عندك إكسبوجر عالي لكل الناس وفي أشياء كثيرة هتشوفها في صغار السن في أشياء هتشوفها مميزة مختلفة في كبار السن في أشياء هتكون مميزة في متصفى العمر فيعني فعلا أنت مقيت نفسك بحاجة مثلا تخصص أنه مثلا فقط أطفال فقط مثلا سيدات مثلا تخصص نصر الولادة لكن فهذه حلوات أنت هتشوف كل الناس هتشوف كل الأعمار طيب دكتور أنت طرخت إلى أن فعلا في احتياج لهذا التخصص موجود عندنا في الاحتياج وطني طيب برأيك دكتور ما هو السببب للاحتياج هل أن البرنامج التدريبي حديث هل أن إلى الآن الناس ما فهموا أهمية هذا التخصص يعني من وجهة نظرك أحسنتي شوفي هذه النقطة مرحلة إحنا لو عرفنا ليش فهيتباني عندنا الحلوب أكثر أحسنتي السؤال هذا حقيقة وسؤال ممتاز جدا واحد من الأسباب وإحنا كلنا لما كنا طلاب وإحنا حتى الآن بعد التدريب نعرف شيء هذا مشكلة النيورولوجي إنه مميز مختلف شوية عن الميدسين فممكن يعني حتلاقي ردة تفعل الناس مختلفة شوية يا إما تحبه يا إما أنك مرة تبعد عنه قليلي تلاقيهم يقول مثلا أحب النيورولوجي زي ما أحب مثلا رسبارولوجي زي ما أحب مثلا هيماتولوجي بينما الباقية يتلقوا أنه قلت لا أنا أعرف أنه النيورولوجي مختلفة فأنا أحبها لأنها مختلفة فجزء من المشكلة يمكن أنه ناس يخافوا منه يبعدوا عنها عشانها مختلفة وهذا هنا لازم دور نحن في تدريس الطلاب خلال الأندرغراد في الجامعات أنه نعطي النيورولوجي حقها ونعطي النيورولوجي مجهود أن نوصل الفكرة بشكل بسيط مش بشكل فلسفي بشكل بسيط عشان يبدأ أنا أرمي الفكرة للطالب عشان يبدأ يفكر فيها أنه والله ممكن أنا أفكر في نيرولوجي كتخصص لأنه سهل أقدر أتعلم وأقدر يعني أمشي فيه المشكلة الثانية أنه طبعا النيورولوجي شوف كيف يعني هو عدد قليل حق الناس حق الخصائيين الموجودين البرامج عادة حق النيورولوجي أصغر من برامج النيورولوجي أصغر من برامج السيجري فالتنافس فيها عالي والقبول فيها قليل هذا اللي هذا اللي مخلي العدد مهما كان العدد برضوح يكون أقل من المخرجات ما شاء الله حقه الجنر الميدسين حقه الجنر السيجري فهو صعبة الموضوع يمكن وقلة المقاعد في التدريب والرغبة نبغى الناس يحب النيورولوجي إذا الناس يحب النيورولوجي حيضغطون إنه إحنا نفتح مجالات نفتح برامج أكتر ونزيد عدد المقاعد لأنه في عدد كبير يبغى يستفيد من التخصص هذا بدأ برامج تكبر شوية والعدد حق الناس اللي يحب النيورولوجي سيزيد نعم صحيح فعلا هو لما الواحد يظهر الاهتمام يعني الغيرة يتحمس أنه يساعد في هذا النقطة طيب دكتور بما نكترق للبرامج ما هي أفضل المراكز التدريبية الموجودة داخليا وخارجيا وتنصح فيها الرياض جدة الدمام أو المنطقة الشرقية عموما فيها وفر برامج على الأقل من ثلاثة إلى أربع برامج طبعا والرياض ما شاء الله أخذ الحصة كبيرة في الموضوع هذا فهذه الثلاثة مدن فيها أنا أبغى مكان لما أفكر في التخصص حقه أبغى مكان أنه حلاقي تأكد أني سأكون مشغول بالمرضة مشغول بإني أشوف حالات كثيرة فالمدن الكبيرة توفر الشيء هذا بس أنا برضو أبغى نوعية برنامج هو يرفعني هو يطلع بي أنا أعطي مجهود وأنا أقاتل وأنا أحارب عشان أعلم نفسي بس برضو البرنامج يدعمني بأنه إيش إنه فيه تنظيم للرزيدنسي برغرام فيه تنظيم للأكاديميك أكتيفيتيز فهذه أشياء تلاقيها في البرامج الكبيرة أنا هأدي الآن أمثلة كمثال وليس كترتيب أولويات المستشفية التخصصية في جدة والرياض في الدمام المدن الطبية في الرياض والدمام طبعا في مستشفية الجامعية حيكون فيها إكسبوجر عالي وشغل كثير العسكري والحرص هذه أماكن الممتازة طبعا في مستشفية وزارة صحة كبيرة في مرة ثانية أنا أعطي أمثلة مش معنى أنه أنسى التخصية يعني مثلا مستشفية المدينة في الرياض ومستشفية الدمام مركزية ومركزية في الشرقية فهذه المستشفية الكبيرة اللي فيها البرامج الكبيرة هذه اللي أنا أحرص عليها طبعا ما أنسى المدينة فيها برنامج أنا أسمع أنه إن شاء الله تعالى قريبا أنه حيفتح برنامج في أبها لكن هذا الكلام يعني كسمع فعلى أرجح التلاتة مدن الكبيرة هي حتكون نظرة الواحد أنه أبغى أسوي الريزدنسي أروح للأماكن هذه نعم صحيح ودكتور في الخارج فرص أنا طيب أنا عشان ما أكون بايست أنا ما أكون منحاز أنا عملت الزمالة والفيلوشيب في كندا وكندا من البرامج الرائدة إنها تعطي تعطي كلينيكل سكلز بشكل يعني أنا أشوف وأنه من أحسن ما يكون حقيقة طبعا البرامج في كندا في أمريكا عفوا برامج يعني ما في داعي أن أتكلم قديش أقول إنها رائعة وبرضو فيها كلينيكل سكلز عالي فيها كلينيكل سكلز رائعة وفيها هاي تكنولوجي في الانفستيجيش و الأشياء هذي هذي الثنين اللي أنا أقولك أمتلها رائدة أنا أطالع فيها حقيقة ما عندي ما عندي خبر مضبوط عن البرامج الأوروبية وبدون ما أقارن البرامج الأوروبية بالبرامج السعودية أنا شايف البرامج السعودية الآن صارت رائعة تبني ريزيدنت بشكل قوي إنه يطلع ينزل لما انتهي يرجع يعني ينزل على سوق العمل يكون قادر إنه يؤد الغرض وهو على قدر المسؤولية فأنا حقيقة اللي أب أقوله أن البرامج الأوروبية ما عندي خبر عنها لكن كندا وأمريكا رائدة ومجرات فيها كبيرة أتفق معك دكتور حتى البرامج عندنا السعودية يعني بشكل سنويا في تجديد وفي نهضة وفي يعني دائما رغبة في التطور طيب دكتور خلال فترة تدريبك في مرحلة التدريب هل في موقف لا تنسى وتعلمت منه الكثير يمكن أحلى حاجة هل نتعلم منه ترى من مرضانا يعني من المرضى يمكن أصعب حالة شفتها مرتين هو كانت حالة مريض يعني بشأن هو كانت حالة مريض يعني وكانت 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 يعني أنا أمور طبعا أتعلمها وقتها لو كلنا يعني لو نقرأ عنها حاجة مميزة اللي هو يعني 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 مثلا كنت أوري صورة كاب أو أوري قلم كقلم يقدر يصف لهو بس مو عارف يسميه مثلا أو أقول له كيف تستخدمه يمسكه كده في يده يطالع فيه كأنه يقول يعني مو عارف أنه يستخدمه بس ما أسفكر كأنه أمور ستشوفه في القلم وفي نهاية طلع عنده بايلاترا كورتيكال ليجنز وكان تشوف فهذا مأشياء اللي كانت عجيب عجيب حتى ما كنت مهي كانت حلوة ونقدم نقدم كيس قراند راوند قدمتها وللآن أحتفل بالسلايدات حقتها فهذا كان مهي 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 سبحان الله العصاب دائما يكون أشياء يعني دائما المرضى لما تجيهم الأعراض أو حتى مرضى المخ والعصاب يعني فردين من نوعهم متميزين يعني مختلفين دائما ما أدري إذا تتفق معي الدكتور في هذه النقطة أو لا سبحان الله الجهاز العصبي مختلف هذا سبحان الله هذا اللغزة الكبيرة اللي نقرب منه لسه لا يوجد منه مضبوط الجهاز العصبي مختلف فعشان كده الأعراض سبحان الله نتعلم منها نتعلم منها بشكل مرة حلو سبحان الله صحيح طيب دكتور كيف حياة يعني بنتقل إلى موضوع آخر كيف حياة الطبيب الاجتماعية والعملية خلال فترة الإقامة وكذلك بعد التخرج إذا ممكن تعطينا نبدأ عنها أنا أبغى أعطي نصيحة بسيطة عشان كلامي للتالي اللي حينفهم يكون واضح بناء عن نصيحة هذه يمكن يمكن من أصعب المراحل اللي تمر علينا إحنا في حياتنا الأكاديمية فترة الإقامة على قد من كنا نشوف كلية الطب وإيش الصعوبة دي وأحيانا أنه يعني يطفش وكذا لكن كانت ترهية بداية الهرم بداية الهرم لوصول فوق فإقامة صعوبتها أنه أنه أنت قاعد تشتغل بشكل جسدي فعلاً بساعات تعمل أحيانا تكون طويلة وفي مناوبات وانت تكون وحيد في المسجفة ولازم تعمل قرارات بنفسك فهذا سترس كبير أحياناً يكون ومع ذلك أنت أنت مو بس قاعد تعمل كخدمة طبية بدون أنك تتعلم لا لازم برضو تبني نفسك في النوريج أنك لازم أتوقع منك مثلاً تقرأ على الأقل يومياً ثلاثة مرات أو أربع مرات في الأسبوع فتخيل أنه في مجهود جسدي وبرضو في يعني التزام علمي أنه أنا لازم أقرأ وأتعلم وأتحسن غير أنه مثلاً يطلع لك في كل شهرين ثلاثة أشهر تعالي عندك تعمليها في الموضوع فلاني عندك لازم تحضر الأرتيكل فلاني يدي ونعمل عليه لازم ففي هذه المهام اللي يعني يشوف ما هي سهلة كبداية نعم صح ويمكن أصعب الأيام أول الأيام لكن عادي أحسن ناس اللي يوصلوا للمرحلة هذه اللي هما طلاب الطب المبجعين اللي اتخرجوا بقدر ما أي كان معذب أي كان مجهودك الكل كف إنه يخش التهدي ذا خلال أربع هام سنوات ينجح ويتميز ويعيش وقته يجني ثمار التعب هذا كله فالرزدنسي متعبة شوية رزدنسي يمكن فيها صعوبة حتى في النيورولوجيا ترى لكن طبعا هي أخف بكثير من مثلا نيروسيرجري من الجنيروسيرجري من الأشياء السيرجيكل هذه اللي فيها يعني فيزيكال فيزيكال كبير شوية فهذه الصعوبات بس بسيطة تتعدى لما تغلق آخر يوم في رزدنسي لما تخرج من الاختبار لما تجيك فعاد هي عقبة بسيطة للهدف الأكبر نعم صحيح وكيف مدى اختلافها عن بعد التخرج نعم يعني شوف هنا أنا أتكلم بفترات أنه الواحد يبدأ يحس أنه يستمتع بكل التاعب اللي فات يعني اللايف ستايل حق الكونسولتان أو حق السبيشيليس في النيورولوجيا ترى مريحة الحمد لله يعني التزامك بعملك من 8 إلى 5 أو حسب ما كان عاملك هنا أنت أي أن كان هل أنت مرتبط بعيادات كثيرة مرتبط على بيشنت مرتبط ب كونسولتيشن كوريج يعني تغلق الساعة 5 أنا انتهيت الحمد لله أروح البيت خلاص يعني يعني لو أنت اتشاري مثلا بالتلفون تتعامل مع الحالات مع الطبيب المقيم اللي هو في المستجفة ويستفيد كثير منك وإنت قاعد تعطوله خبرتك وإنت تسمتي عنه تعال أنا جنيت وكل السنوات اللي فاتت الآن أنا أقدر أعطي رأيه في دقائق وأساعد الرجل أن تتعلم وأساعد البيت أعطي إموت فالن لديه فالن مريحة مريحة الحمد لالله مقاركة بالسيرجيكال طبعا وهي مشابهة لليف ستايل لالن الطلاب أو الطالبات اللي عندهم شغف للمخ والعصاب أو اللي لسه يعني في طريقهم إلى تحديد مسارهم في أي جمعيات صحية معروفة فعاليات مؤتمرات أهمها بحيث أنك تنصحهم يذهبون إليها ويستفيدون منها يعني نعم من أشياء التي تجعل الموضوع يبدأ يكون حلو حقيقة وأنصح فيه قبل ما أنه أنا أروح المؤتمرات هذه وأكون عضو في اللجان هذه وعضو في الجمعيات هذه أنه أنا أدرى وأنا أتعلم أشوف يوتيوب عن لكشرز أشوف يوتيوب عن ديزيز يعني أنا أعلم نفسي عشان أنا أحب الموضوع هذا وقتها أكون جاهز أنه أحضر المؤتمر حتى أنه المعرفة المقدمة المؤتمر يكون بعيد عني شوية بس أنا قاعد نتحلم معدي مشكلة وقتها أنه نكون عضو في جمعيات وكذا في نفس سعودية في الجمعية السعودية لطب مخو العصاب وفي الجمعية السعودية لطب الصرع في كمان الجمعية السعودية لطب الجلطات وفي كمان في جمعيات سعودية أخرى لطب الصرع للأطفال وفي طب الجمعيات حق النوروسيرجيك هذه تكون مع بعض لكن هذه المؤتمرات جيدة ويعمل أحيانا كورسات مثلا في سنويا في مثلا إبلبسي وإي إي جي كورسز تعمل في جدة تعمل في الرياض تعمل في الشرقية فهذه يكون كمية التعليم فيها مرة حلو وفي كمان السعود السعودية للجلطات تعمل كورسات للرزيدن والإمترن تكون مرة مفيدة عن الكيس حق استروك 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 هذه مرة مرة ممتازة للطلاب أن يحضروها ممتاز دكتور في دورات تدريبية سمعت أنها جدا مهمة للمهتمين بمخ والعصاب حتى للمقيمين لازم يكون الواحد مثلا مثل البي الاس والأي سي الاس في أشياء أساسية أو مهمة أن الإنسان يأخذها المهتم بالمخ والعصاب قبل البرنامج لا ما في شي مختلف غير الأشياء الأساسية التي تطلبها الهيئة السعودية لتخصص الصحية خلال الريزدنسي سابقا قلت أنه هذه التخصصات هذه تبدأ تعطي دورات مفيدة لكن قبل ما يبدأ ما في أي دورات أو متطلبات لبداية البرنامج غير الأشياء الأساسية ما هي أهم التخصصات الدقيقة في المخ والعصاب نعم يعني شوف كبداية الناس اللي ينتهوا من النيورولوجي يكون معهم جنرال نيرولوجي يبدأ يشتغلوا كجنرال نيرولوجيست ترى هذا برضو فائدة كبيرة للمكان يشتغل فيه وفائدة كبيرة للمجتمع فهذه تعتبر ميزة برضه لكن إذا كان فيه إمكانية إنه راح تسوي كمان فالشيب وليقي الدعم وليقي المكان الكويس اللي يسوي فيه تخصصات هذه ففيه أكثر من تخصص دقيق في المخلصات من أهمها الستروك جلطات وفيه كمان الإبلبسي ونيورفيسولوجي عادة سنتين وهذه موجود هنا في السعودية وبرضو حتى الجلطات والستروك فيه تدريب حقها في السعودية موجود في الرياض فيه تخصص دقيق في التصالب الوحي في الامس فيه ناس يسوي موغمين وتشمل باركنسون ديزيز وموجود باركنسون ديزيز ك مجال ممتع جدا فيه مجال كبير في التخصص الدقيق اللي هو نيرو موسكولر ساب سبيشالتي وهذه مجال كبير ويعمل منها ال نير كوندكشن ستاديز فيه ديمانشيا فيه ناس يعملوا هدك والآن هدك يعني مجال نس كتير يهتموا فيه يمكن هذه تخصص الدقيقة الأساسية اللي أنا أفكر فيها الآن طيب دكتور في آخر الحديث يعني صراحة يعني فعلا المخ والعصاب يعني عالم كبير ومتميز من جميعنا واحية يعني حتى الحياة الاجتماعية والحياة العملية جدا يعني ممتعة دكتور بس نصائح من الطلاب الآن اللي في السنوات الأولى أو في السنوات الأخيرة وكلمة أخيرة تختمها من ساعتك الله أفك Neurology Neurosciences ابدأ أنت وعلم نفسك اهتم بالكورسات اللي تمر عليك اللي فيها Neurosciences يعني ترى هذه بداية أنا أغير حياتي كورس في سنة ثالث Neurosciences خلاني أنا أسوي نيرولوجي والله العظيم فقصد الكورسات هذه لا تستهيم فيها ابدأ فيها وتعلم منها كل ما تكبر كل ما تبغى تتعلم أكثر احتك مع الناس اللي في المجال ما يمنع أنك تزعج الأطباح المخ والعصاب ويكون متقابلوا أسألوا لا تستحي يعني ارمي نفسك في النار واجه الأشياء هذه الناس يعرفوك الناس يعرفوك تختبر نفسك تعرف أنه أنا أمحطان في المجال هذا طيب فيعني أنت قرب للموضوع عشان تحبه وبرضه يعني في الدورات الأشياء هذه اللي تعلمك وإسمها تحطها في السي في حقك لما تقدم على البرنامج الزمالة في النيورولوجي هذا تفيدك الفكرة أنه أنت تبدأ من نفسك أنت خلي في بالك أنه مجال ممتع ومجال الناس حيحتاجوا لي خمسين سنة قدام أو أكثر فقرب أنت وحاة تشوف نفسك إذا أنا لقيت النيورولوجي ما هو مجالك خلاص أشوف حاجة تانية بس إذا هو مجالك ترى ما تندم الله أنك تخش النيورولوجي وتكمل النيورولوجي وتبدأ فيه بحول الله تعالى هم شيء تبدأ أنت وقرب ونحن نساعدك بحول الله تعالى طيب دكتور كلمة أخيرة من ساعتك أتكركم أهل استضافة وهذا إن شاء الله تكون خفيفة ومفيدة ونسعد بنكون معكم دائما بحول الله تعالى يا طيب العافية دكتور صراحة يعني كان لقاء جدا مثري وممتع جدا مع حضرتك أعزائي المستمعين أتمنى أنكم استفدتم من حلقة اليوم بعنوان المخطب مخلوع صاب مع الدكتور فوزي بابطين في الختام أود التذكير على أهمية أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه فيروس كورونا أو ما يسمى بكوفيد 19 أو كوفيد 19 الرجاء من الجميع الحرص على غسل يدين باستمرار بالطريقة الصحيحة بالماء والصابون أو بالمعقمات أيضا أريد أن يعني أستغل هذه المنصة وأشكر حكومتنا الفضيلة على حرصها على مجتمعها المجتمع السعودي وأخذ التدابير اللازمة وجميع الداعمين لهذا الأمر من رجال الأمن من جنود وزارة الصحة أيضا شكرا لكم جميعا ونلقاكم في حلقة أخرى وحوار جديد في تخصص آخر مع طبيب متميز آخر فمع السلامة ختاما نذكركم مستمعين العزة في خضم هذه الأحداث دعونا نتباعد حتى لا نفتعل ترجمة نانسي قنقر